اشتركوا في القناة عشرين ثلاثة القمر موجود في الدلو رح يكون فيه منزلة سعد الأخبية أو سعد الخبايا هاي المنزلة جيدة للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا تأثير القمر لما بكون موجود في منزلة الدلو منشعر انه بحاجة ماسي للتغيير فالروتين هو عدو هذه الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفزيون وتجربة طعام جديد اما بالنسبة للزوايا الفلكية فمن الزوايا البطيئة اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين الشمس وزحل هاي الزوايا رح تكون الساعة 11.49 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وبنقدر نتحمل المسئولية اللي رح يصير برضو في ساعات الصباح اللي هو انتقال كوكب الشمس من برج الحوت لبرج الحمل رح يكون هذا الانتقال الساعة 3.49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وانتقال الشمس دائما للحمل يعني نحكي لهم كل عام وانتوا بخير وطبعا انه الانتقال هذا رح يستمر لغاية يوم 19.04 مساء جدير بالذكر انه الشمس ما بتدخل البرج كل عام في نفس اليوم وبنفس الساعة يعني في منا بنولد على حدود البرجين بيجد صعوبة في تحديد برجه اذا ما رجع لفلكي خبير مثلا اشان يشوف له الخرطة الفلكية ويحدد له بدقة البرج اللي بينتميئله مع بداية برج الحمل بيبدأ الاعتدال الربيعي يعني في لانه في نفس الوقت هذا بتساوى النهار والليل للمرة الاولى من السنة اما المرة الثانية فعند حصول الاعتدال الخريفي هو غالبا بيجي في 23.9 واحيانا كما هو حاصل هاي السنة رح يجي يوم 22.9 اليوم الاول من برج الحمل بيحتفل الفلكيين هذا اليوم على اعتباره انه بشكل عيدهم السنوي في شتى انحاء المعمورة دخول الشمس للحمل بيحمل معه شحنة من التفاؤل والحركة والنشاط والحيوية والرغبة في المغامرة والانطلاق ومنشعر بانتعاش بعد فترة الشتاء القاسي والباردة ومنفتح صفحة جديدة بتعيد لنا تفاؤلنا ورغبتنا في الحياة اكثر المستفيدين من وجود الشمس في برج الحمل هم اولا موليد البرج نفسه ومعهم الاسد والقوس ومن ثم موليد الابراج الهوائي زي الجوزاء والميزان والدلو لوجود الشمس في الحمل تأثير ايجابي على كافة موليد الابراج ولكن في مجالات مغايرة فيما يلي ابرز هذه التأثيرات برج الحمل بيبدأوا فترة افضل من سابقتها صحيا ونفسيا الثور على عكس موليد برج الميزان تبدأ لديهم فترة غير مريحة صحيا ونفسيا لان الشمس بتصير في بيت متاعبهم برج الجوزاء بنشطوا اجتماعيا السرطان بتدعم مركزهم الاجتماعي وبيدفعوا بمصالحهم في مجال العمل الاسد بينشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا الطلاب الاكاديميون في دراستهم العذراء تتاح الفرصة لمكسب مالي من شراكي او تعويض او تركي الميزان بيعززوا شراكتهم المالية والعاطفية ولكن بتكون طاقتهم ضعيفة لان الشمس مقابلهم مباشرة العقرب بيتراكم العمل عندهم وبدهم ينتبهوا لصحتهم القوس بيشعروا بقوة الحظ عاطفيا وماليا الجدي بيستفيدوا في مجال السكن والعقارات والارتباط العائلي الدلو بينشطوا في السفر والاتصالات وبيستفيد طلاب الابتدائي والثانوي في دراستهم الحوت تتاح فرص مالية اغلبها من عمل اضافي اما بالنسبة للزاوية التي رح تتشكل بعدها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج اكثر المتضررين من هاي الزاوية اللي عندهم مشاكل عاطفية والاغلب بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب بعد هاي الزاوية مباشرة بصير خلو المسار اللي رح يستمر بعد منتصف الليل يعني اكثر من اربع وعشرين ساعة احنا منسميها خلو مسار القمر بيبدأ ساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر الى ما بعد الساعة اتناعش بعد منتصف الليل هذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بعي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في فترة خلو المسار رح تتشكل زاوية خطيرة جدا الها تقريبا بحدود يعني منقدر نقول يعني فترة الاسبوعين الها متشكلة هاي الزاوية زاوية اقتران سلبية ذروتها رح تكون اليوم هاي الزاوية رح تكون بين المريخ واورانوس ذروتها الساعة احداش واربع وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش بعد الظهر بكون لدينا التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا مما بجعلنا غريبي الاطوار وعنيفين وبسبب شقاقات عاطفية والبعض بيشتكي من تقلبات في المزاج بالجنس بالضعف بعدم القدرة بطلبات غير مشروعة بيدل على احتمال وقوع حوادث هذا على مستوى دولي بدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كحرائق او تفجيرات او وقوع طائرات او حوادث سك حديد او زلازل او عواصف وممكن يقع هناك تمرد او انقلاب عسكري او يتم عزل او قتل احد القادر الكبار او بتشهد مظاهرات او اضطرابات في قطاع الصناعة او الصحة او بسبب قمع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية او جنسية وبما انه هذا الاقتران ما كانه في برج الثور فهذا بدل ايضا على انتكاسات وازمات مالية وانهيارات في الكثير من البورصة والاسهم وتهاوي اسعار العملات والنفط اي ازمة اقتصادية عنيفة وهذا اللي احنا ملاحظينه بالفترة هاي طبعا انا في توقعات السنة ذكرت عن هاي الزاوية قبل حدوثها يعني من بداية العام وبما انه القمر الان بيتجه لاتجاه الحوت معناته خلو المسار القادم بعد خلو المسار هاد رح يكون يوم 23 ثلاثة رح يكون في تمام الساعة 22.50 دقيقة بتوقيت جرينيتش عصرا وبيستمر حتى اليوم التالي في تمام الساعة 12.58 دقيقة بعد منتصف الليل لا ينتقل بعدها القمر الى الحمل عمر القمر القمر انحصار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 12.59 دقيقة بعد منتصف الليل بيصير 25 يوم نسبة الاضاءة 20% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت والحمل حتى 19.04 المزاج ممتزج القمر في الدلو حتى 21.03 المزاج ممتزج عطارد في الحوت حتى يوم 11.04 المزاج ممتزج الزهرة في الثور حتى 3.04 المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى 30.03 المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14.05 وبعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج ممتزج زحل في الجدي حتى 22.03 المزاج ممتزج اورانوس في الثور حتى 15.08 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد نبتن في الحوت حتى 23.06 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد بلوتو في الجدي حتى 25.04 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد وطبعا قبل ما ننتقل للتوقعات اليومية التوقعات اليومية احنا لما بنحكيها بنحكي عن الطالع وبنحكي عن الشمسي فأنت بتسمع اثنين اذا انت حابب اذا ما بتعرف طالعك اسمع اسمع الشمسي الان انت سمعت البرج والطالع بتشوف مين الغالب يعني اذا شفت الطالع هي توقعاته اللي بترجح عليك اكثر بتصير تسمع طالعك اذا شفت الشمسي هو الغالب عليك بتظلك تسمع انت الشمسي اذا شفت الاثنين متساويات وبعطنك نفس التأثيرات اللي بتنطبق عليك هاي التوقعات بتصير تسمع الاثنين وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من انواع التحالف مع الزملاء والاصدقاء والجيران اهم اشي انك ما تبقى وحيد حاول انك انت تحتك بالحوليك وبالناس اللي حوليك اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه الامور يعني فيه نوع من انواع الروتين الجامد فبأثر عليك بشكل سلبي جدا فعشان هيك بتحس فيه نوع من انواع الفوضى او الاضطراب او المزاجية عندك خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه فيه نوع من انواع الضغط على المصريف زيادة في المصريف متطلبات مالية نوع من انواع التوتر المالي او الحسابات او الفوترة او امور الها علاقة بالمحاسبة او تعديل الموضوع المالي حاول انك تقلل من المصريف اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الامور نشطة في مستوى الاتصالات والمواصلات فعشان هيك بتكونوا فاعلين في التواصل مع المجتمع اللي حواليكو في منكو ممكن يهتم بامور الها علاقة بالمناقشات او الدراسة او البحث في موضوع معين ممكن التواصل مع العالم اللي حواليكو باستغلال المواصلات والاتصالات اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور بتتركز على البيت بشكل قوي جدا ممكن انك انت اليوم تفتح ورشة في البيت او نوع من انواع الصيانة او التصليحات او الاهتمام باحد افراد العائلة او اجتماع عائلة او اشي من هذا القبيل ممكن اليوم انت تبادر في عملية النصح او التوجيه او الاهتمام باحد الوالدين اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى العاطفة وعلى مستوى الحضوض فعشان هيك اليوم بتعزز علاقتك العاطفية ممكن بتواصل او اتصال او نوع من انواع التفقد فبكون الامر ايجابي جدا عاطفيا معك خلال هذا النهار وبتقدر انك انت تستعين بالحضوض في اكثر من مجال اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه الامور على مستوى العمل انك بتقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك ولكن الاهتمام الاكبر رح يكون على المستوى الصحي رح تهتم بالوضع الصحي او بالحصان الصحية او الرقابة الصحية اللي بيشتكي من اعراض معينة خصوصا لعنهم اعراض مزمنة يحاولوا انهم يراجعوا طبيبهم اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف انه في ضغط على مستوى الشراكة فعشان هيك تعاملك مع شريكك العاطفي او بالمال في نوع من انواع الحدية اهم شي انك انت ما تعصب وما تنتقد وما تحاول تدخل بجدالات ممكن انها تتطور وتصل لمشكلة كبيرة اما بالنسبة للبيت الثامن فهو خالي تماما من اي شيء الاعلاقة بالاموال المشتركة فعشان هيك من اكد موضوع انه انت عندك بس مصاريف وعندك التزامات مالية ولكن ما في عائد مالي اما بالنسبة للبيت التاسع فهذا بيعزز الاتصالات الخارجية والتواصل مع المجتمع الخارجي في كثير من الامور اللي راح تكون جيدة او اخبار جيدة او اشياء ممكن تفرحك وتسعدك خلال هذا النهار اتصالاتك ناجحة ممكن ترتب للفترة القادمة او ممكن انه انت ترتب اشياء الها علاقة بصفقات تجارية او اشياء مع الخارج اللي عندهم دراسة او ابو حوث او اشياء الها علاقة بالجامعات اليوم بيقدروا ينجزوا اشياء كثيرة مهمة بالنسبة لهم وبقدروا يتفوقوا على كثير من العقبات اللي كانت في الايام الماضية اما بالنسبة للبيت العاشر فهو نفس البيت اللي اللي له علاقة بالعمل هو فارغ تماما لا حظ معاك ولا ضدك فعشان هيك الامر روتيني على مستوى العمل مع الشركات الكبيرة اما بالنسبة لبيتك 11 فهو نفس اللي ذكرناه احنا في بداية الحلقة لانه القمر موجود فيه اما بالنسبة لبيتك 12 فانا شايف الامور لها علاقة بالضغط على بيت المتاعب فعشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي حاول انك تخلد للراحة حاول انك ما تعصب وما تدخل بجدالات عقيمة وما تحاول انك انت يعني اي شخص يحكي كلمة فيستفزك فانت تثور حاول انك تمسك عصابك يعني الامور مش بحاجة لهذا التوتر بالكامل يعني حاول انك انت تتعامل بدبلوماسية اكثر حاول انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب لمن يبحث عن عمل قدم افضل ما لديك لعلك تحقق انجاز او تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية او شخصية والمطلوب منك انك تكون على قدر المسئولية فترة فيها نوع من انواع الصعوبة اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف على المستوى الشخص اليوم نفسيتك احسن من يوم امس تقدر اليوم تنجز كثير من الاشياء والاعمال وممكن تتواصل مع مجتمعك بالطريقة البيت الثالث فاليوم عندك نشاط عالي جدا بالاتصالات والمواصلات ممكن انك اليوم انت يعني حتى تليفونك ما يسكتش او من كثر ما انت رح تحكي اتصالات رح تتواصل مع المجتمع اللي حواليك بطريقة جيدة جدا عندك سرعة بديهة عالية جدا تقدر انك انت تقنع اي شخص بوجهة نظرك تقدر تتواصل للتسويق او للبيع او للشراء عبر الهاتف عندك قدرة عالية جدا للدراسة او للبحوث او للمناقشة حتى اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه الامور اللي بتتركز على مستوى البيت يعني قوي جدا ممكن نوع من انواع التواصل مع العائلة او افراد العائلة او اجتماع عائلة او شيء له علاقة بمشكلة او شيء ضروري انت بتبادر بوضع حلول او خطط لعملية الخلاص من هذا الامر ممكن تهتم في صحة احد الوالدين او في شؤون تتعلق في احد الوالدين او احد الاخوة اما بالنسبة للبيت الخامس فعاطفيا ما زالت الامور عندك ضعيفة فعشان هيك ما في قدرة قوية للتواصل مع الحبيب او انه في نوع من انواع الروتين بالتواصل معاه يعني بدون حرارة وبدون عواطف قوية اما بالنسبة للحظوظ فبقولك ما تغامر ولا تراهن على الحظوظ نهائيا خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السادس فاليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال الموكلة للك وبرضو بتقدر انك انت تهتم بصحتك او في امور صحية في اشياء يعني ممكن تكون متراكمة عندك منزلية او اشياء الها علاقة بالاعمال فبتحاول انك تاخذ حتى اعملك على بيتك اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفي برضو في نوع من انواع الفراغ الكبير على المستوى الشراكي يعني شراكي مالية او شراكي عاطفية فعشان هيك يحاول تشحن حالك بطاقة ايجابية عشان ما تتحول لا نوع من انواع المشاكل او المشادات الكلامية اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور جيدة على مستوى المال فعشان هيك عملية ترتيب الامور او الترتيب الامور المالية رح تكون جيدة خلال هذا النهار ورح تنجز كثير من الاعمال اللي الها علاقة بالاموال المشتركة او ترتيبها او تنظيمها اما بالنسبة للبيت التاسع اتصالات خارجية او بحوث او دراسات او اشياء لها علاقة بقراءة كتب او موضوع العلاقة بالفلسفة والدين يعني ممكن تدخل في كثير من نقاشات والجدلات خلال هذا النهار ولكن انت رح تكون المقنع او الشخص اللي رح يوصل الكلمة ببساطة وبسهولة اما بالنسبة لبيتك العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود فيه اما بالنسبة لبيتك 11 على مستوى العلاقات العامة بتحاول تتواصل بقوة وبثقة في عندك نوع من انواع الحكمة بتتواصل مع المجتمع المحيط فيك او مع علاقاتك العامة او حتى مع الاصدقاء يعني بتقدر انك انت تستعين في اصدقاء او في اشخاص انت لك علاقة فيهم لتواصل او لحل بعض الامور اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو هذا اللي بيضغطك شوي وبيخلي عندك نوع من انواع العصبية والحدية في الطباع وممكن انه يوترك او يجيب لك بعض الاعراض الصحية الجانبية فعشان هيك بقولك دير بالك وحاول انك يتراقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول تمسك اعصابك ما في داعي للانفعلات او للعصبية وحاول انك انت برضو تاخد قصد كافي من الراحة ويعني شوي بدك انت تحافظ على جهازك الهضمي وعلى اسفل الظهر من شد العضل او بعض الالام برج الجوزاء ابتنشطوا في السفر او في اتصال بعيد او بتشارك في حملة او ورشة عمل تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ابتلتقي بوجوه واراء وثقافات مختلفة اجواء لطيفة بتحيط بحياتك هذا شيء جميل بتعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فترة مثمرة على جميع الاصعدي يعني انا شايف ان الفترة هاي فعليا هي فيها ايجابيات عالية على جميع المستويات بالنسبة للبيت الشخصي بيتك الاول شايف الامور جيدة نفسيتك احسن عندك راحة تقدر اليوم انك تنجز كثير من الاعمال الموكلة لالك تقدر تعمل اشياء كثيرة وتحقق فيها انجزات عالية جدا طاقتك عالية ومشحون بطاقة ايجابية عالية اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف على الوضع المالي كل ما ذاقت بتفرج يعني فيه نوع من انواع الفرج بيجيك بطريقة انت ما كنت تخيلها او كنت ترتبلها بالفترة الماضية واليوم بتحصل على نتائج جيدة ولكن حاول انك تقلل من مصريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه عندك كثير من الانجازات اليوم وعندك كثير من الاتصالات بتحاول اليوم توصل كثير من الاشياء او تتصل بكثير من الاشخاص ممكن تعمل بحث او دراسة معينة وممكن حتى التواصل والاتصال مع المحيط تبعك يكون جيد فيه اهتمام كبير رح يكون على مستوى الاتصالات والمواصلات اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف يعني امور روتينية بتتعامل فيها على نطاق البيت فيه نوع من انواع التواصل وفيه نوع من انواع الحوارات والاتصالات ولكن انه عملية تبادل الاراء مع افراد البيت شوي بكون فيها نوع من انواع العصبية او الحدية حاول انك تمسك حالك ما فيه داعي للانفعال والعصبية ممكن اليوم تجتمع بالعائلة او لقاء وممكن يكون فيه نوع من انواع التفاهم على مسألة معينة ولكن بعصبيتك يعني بتكون الامور صعبة اما بالنسبة للبيت الخامس عاطفيا الامور اليوم جيدة ممكن تتواصل مع الحبيب بطريقة معينة او عندك نوع من انواع الاشتياق حابب تتطمن عليه او حابب تتصل فيه الامور ممتازة فيه نوع من انواع الحظ بدعمك فيه خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور جيدة على مستوى البيت السادس ممكن بالانجاز الاعمال او الاهتمام بوضع صحي او اشياء لها علاقة بالامور العملية يعني ممكن تنجز كثير من الاعمار الموكلة لالك ويكون عندك نشاط وحركة عالية جدا خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامر فارغ تماما فعشان هيك بنقول لك على مستوى بيت الشراكة الامر روتيني تماما بالتعامل ما بينك وبين شريكك العاطفة فعشان هيك حاول انك انتي تمسك حالك شوي وتعطيه نوع من انواع الاهتمام على اساس انه ما يصير فيه فجوة ما بينك وبينه اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه الامور على مستوى البيت الثامن ترتيب الامور المالية والفوترة والمحاسبية شوي بتاخد شوي من تفكيرك اليوم بتحاول تنظم اشيء العلاقة بالاموال يعني تقدر تحقق انجازات رائعة ولكن حاول انك انتي برضو تقلل من مصريفك اما بالنسبة للبيت التاسع يعني مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود في البيت التاسع فمثل ما ذكرنا في البداية اما بالنسبة للبيت العاشر فالامور جيدة وخصوصا للاشخاص اللي قائمين على اعمالهم في المؤسسات الكبيرة فبنقولهم ان اليوم تقدروا تنجزوا كثير من الاعمال الموكلة لالكم وممكن تتواصلوا مع اشخاص زملاء او رؤساء بالعمل لحل مشكلة معينة ممكن تواجهكو ولكن بتقدروا تنجزوا كثير من الامور اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف الحدية ما زالت موجودة مع علاقاتك او اصدقائك او الناس اللي بتعرفهم حاول انك تمسك عصابك شوي ما في داعي للعصبية ما بتنحل الامور بعصبية الامور بدها عقلانية اكثر ما في داعي للحدية في الطبع اما بالنسبة لبيتك 12 فبيت المتاعب فهو اللي برهقك شوي ممكن جيب لك اعراض جانبية او جيب لك بعض التوعوكات الصحية اللي لها علاقة بالاعصاب او الشد العضلي فعشان هيك حاول انك تمسك حالك شوي ورخي من اعصابك هيك وخد نفس طويل وحاول انك انت ما تمفعل زيادة لانه الامور هاي رح تجهدك وتتعبك وانت بغنى عن هذه الامور بهاي الفترة برج السرطان بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة او من تعويض ولكن من جهة اخرى يجب الحذر من اي شراكة مالية جديدة ما بناسبك اطالة الخلاف والزعل بل سارع الى تقريب وجهات النظر استطاعتك ادارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع ارث او موضوع مالي اما بالنسبة لبيتك الاول فانا بقولك الامور جيدة على مستوى لنفسي اليوم عندك طاقة كبيرة بتقدر تنجز كثير من الامور من خلالها وبتقدر تحقق نوع من انواع التواصل او حل بعض المشاكل بتشحن حالك بطاقة ايجابية عندك حيوية عالية جدا اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور جيدة على المستوى المالي بتقدر اليوم تنجز كثير امور مالية ممكن بعضكم يحصل على نوع من انواع الدعم او المساعدة في امور مادية او معنوية او حتى عينية في منكم ممكن يحصل على هدية او شيء من انواع التكريم اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم يعني مجال الاتصالات والمواصلات عندك تقريبا طبيعي ولكن بتخللوا بعض النقاشات او بعض الامور اللي بتبدي فيها وجهة نظرك بتكون بشكل قوي وبتكون مقنع حاول انك انت بس تطلع من اطار العصبية بتكون الامور جيدة وممتازة ولصالحك اما بالنسبة للبيت الرابع في عندك امور الها علاقة بالمنزل او اهتمامات منزلية او لقاءات عائلية او اجتماعات عائلية او مفاوضات او مباحثات على بعض الاصلاحات اللي الها علاقة اما في المنزل او بعض الترتيبات في المنزل او خطط مستقبلية لتطوير اشي الو علاقة في البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فهذا فارغ تماما لا عاطفيا ولا حظا فعشان هيك بتتعامل فيها بطريقة معتدلة تماما على حسب طبيعتك وعلى حسب تكوينك وعلى حسب المجتمع اللي انت عايش فيه اما بالنسبة للبيت السادس فاليوم فيه انجازات كثيرة من العمال تقدر تنجز كثير من العمال الموكلة لاعلك وبتقدر تحقق انجازات رائعة جدا وممكن تهتم بالامور الصحية مثل اعشاب قلطات ادوية فيتامينات شغلات زي هيك من هذا القبيل بتهتم فيها بشكل اكبر اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف على مستوى الشراك المالية والعاطفية برضو الامور خالية لا ايجابية ولا سلبية فعشانك بتتعامل فيها بطريقة معتدلة حاول انك انت ما تعصب ومثثور عساس انه ما تعمل فجوي ما بينك وبين الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك التاسع بقول لك الامور جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية او على مستوى التواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن مراسلات او اتصالات او تواصل او دراسة او بحث معين او موضوع الى علاقة بالجامعة او اشياء من هذا القبيل ممكن ترتيب لامور الها علاقة بسفر ولكن بفترة لاحقة اما بالنسبة لبيتك العاشر فالامور جاء يعني صعبة جدا على مستوى العمل فعشان هيك بتتراكم الاعمال عندك خصوصا الاعمال المهمة بان كنت انت في مجال عمل مع مؤسسات او شركات كبيرة ممكن تنضغط وممكن تتذمر وممكن حتى تشكو من الوضع الحالي حاول بس انك ما تدخل بمواجهات او مشادات كلامية مع رؤسائك بالعمل او زملائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف الامور جيدة على مستوى التواصل فعشان هيك ممكن اليوم يكون في نوع من انواع التواصل مع بعض الاصدقاء اما للقاء او دعوة او اجتماع او ممكن حتى تفقد اوضاع او ممكن تستعين بصديق معين او بمعرفة لموضوع انت بحاجته اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الامور فيها نوع من انواع الضغوطات الخفيفة فعشان هيك ممكن هي اللي تعمل لك بعض التوترات الصحية او التقلبات الصحية او تقلبات المزاج حاول انك انت تتجاوز المرحلة هاي الامور ما بتدعو للقلق برج الاسد ابترغبوا في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف اخر اهم اشي انك ما تنفعل وحاول الاضاءة على الايجابيات ما رح ينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية واعصاب برده ما تنسى وما تتسرع في اتخاذ القرارات اما بالنسبة للبيت الاول فالامر النفسي شوي يعني منذيقك شوي او في نوع من انواع التوتر من الروتين القائم فعشان هيك بتحس حالك مزاجك شوي بتقلب بين حدية وبين قلق وبين توتر وبين اشياء لها علاقة بالعامل النفسي بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الثاني فشايف انا الامور بالضيق شوي شوي على الوضع المالي ولكن انه في بعض التطمينات لا اشياء ممكن انها تساعدك او تفرج عنك بالفترة القادمة حاول انك انت تقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه في عندك كثير من الاتصالات والمراسلات والبحوث والدراسة والاشياء اللي الها علاقة بالاجهزة الاتصالات والمواصلات النقاشات كلها هاي يعني باوجها خلال هذا اليوم حاول انك انت يتوصل للرسالة باقل جهد ما تسترسل كثير بالحكي على اساس توصل رسالتك يعني حاول توصلها باختصار يعني بدون لفه دوره عشان ما يضيع الموضوع الاساسي يركز على الاشي الاساسي فقط لا غير اما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني فعشان هيك انت بتشعر بالملل اكثر على مستوى البيت ومستوى اللقاءات والاجتماعات في نوع من انواع الحدية في الطباع على مستوى المنزل اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه الحظ ضدك مش معاك وفي نفس اللحظة الوضع العاطفي في نوع من انواع الروتين فعشان هيك بتحس في بعض الانفعال والعصبية في التعامل مع الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه الامور جيدة على انجاز كثير من الاعمال الموكلة اللي لايلك خلال هذا النهار ولكن بدك تراعي وضعك الصحي وبدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول انك انت تنجز اعمالك حتى لو عملت لساعات اضافية ولكن ما تخليها تتراكم عليك اما بالنسبة للبيت السابع فعا مستوى الشراكي المالي والعاطفي يعني الامور شيئا ما جيدة تقدر تتواصل انت مع الشريك لخطة معينة او لمصالحة او لترتيب معين او ممكن حتى لوضع بعض الحلول او يعني المناقش الودية اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور الضغطيتك على المستوى المالي ولكن في تطمينات لبعض الانفراجات ممكن تجيك مع الايام ولكن انه بالفترة الحالية انت قاعد شوي شوي بتتراكم الامور عندك شوي شوي فحاول انك انت بس انك تصبر والفرج جاي باذن الله تعالى قريبا اما بالنسبة لبيتك التاسع فطبعا الحدية عالية جدا على المستوى البيت التاسع وبما انه الشمس الان بدا تنتقل للحمل لبيتك التاسع فبتصير الانفراجات على مستوى اليومين القادمات وكلها بتعزز مواضيع الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعمل مع شركات بعيدة فهذا بس هي فترة وقت وبعدين كل الامور بتمشي بالاتجاه الصحيح رح يكون في دعم كبير على هذا المستوى على مستوى هذا البيت فعشان هيك بس هي المسألة مسألة وقت وان شاء الله كل الامور بتمشي بالاتجاه الصحيح اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الامور يعني روتينية على مستوى الاعمال يعني بتتعامل بشكل روتيني كما انت معتاد لا عندك حرارة لا انجاز كثير من الاعمال ولا عندك تباطؤ انك تراكم الاعمال بس بتعمل اللي عليك اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بتحاول انك تتواصل مع كثير من الاصدقاء او مع المعارف او بتحاول انك تساعد او انك تبدي وجهة نظرك في المساعدة او المعاونة بتقدر اليوم انك انت تثبت حالك بكل الطرق مع الاشخاص اللي انت بتعرفهم وبتقدر تحل كثير من المشاكل عبر المعارف اما بالنسبة لبيت المتاعب بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد لانه يعني بيت متاعبك والشمس والقمر مقابلك تماما فهذا بضعف من طاقتك ممكن يجيب لك بعض التوعقات الصحية بدك تكون حذر بدك تلتزم بغذائك وتأخذ ادويتك بشكل جيد اذا بتأخذ ادوية حاول انك انت تأخذ اشياء دافية حاول انك انت تحافظ وتراقب مناعتك جهاز المناعة عندك بشكل جيد على اساس انك تتجاوز الفترة هاي وخصوصا بس اليومين هدول عبين ما يصير في نوع من انواع شحن طاقي عندك وتقدر تطلع من الضغط برضو بدك تراقب عصبيتك وان فعالاتك ما في داعي لا الها برج العذراء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا انجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لا غذائكم وراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كن اكثر تنظيما واحسن ادارة الامور اتجنب اثارة العدوات واهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة واهدأ وكون عند حسن الظن اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف على المستوى الشخصي يعني نفسيتك فيها نوع من انواع الراحة ولكن مش بالقوة فعشانك بتحس في بعض التقلبات في النفسية في لحظات بتلاقي حالك جيد في لحظات بتلاقي حالك عصبي في لحظات انت بتذمر في لحظات انت مبسوط فهذا التقلب رح يستمر معك طيلة النهار حاول انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية اللي تستفيد من الحضوض اللي بتدعمك على البيت الاول اما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المال فانت مش هذا اكثر شيء بيقلقك بالفترة هاي اكثر ما بيقلقك ترتيب الوضع المالي وبرضو المصاريف والالتزامات وجدولة الفواتير والشغلات اللي مطلوبة منك كيف انت بدك تتخلص من اعباء الديون او الالتزام المالي فعشان هيك يحاول انك ترتبها بعقل نية بدون تسرع وبدون مخالفة القوانين اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اتصالاتك اليوم مش باوجها يعني تعمل الاتصالات اللي مطلوبة منك او الامور اللي واجبة عليك بتحاول انك تنجز بعض الاعمال اللي لها علاقة بتقدر تحلها عن طريق الهاتف ولكن برضو انت بتحس بنوع من العصبية والضغط يعني تتعب لتوصل الرسالة تبعتك وممكن تنفعل حتى وانت بتحكي تليفونك اما بالنسبة للبيت الرابع فهو فارغ تماما من الحضوض ومن الدعم فعشان هيك لا بنقولك لا بعارضك ولا بدعمك فانت بتتعامل معه بشكل روتيني اما بالنسبة للبيت الخامس فهو كذلك نفس الشيء لا في حض ولا في سلبية فعشان هيك بتتعامل انت قاعد بروتين في هذا البيت فحاول انك انت ما تعصب وما تنفعل بس اما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود فيه بالنسبة لها بيتك السابع بيت الشراك المالية والعاطفية شايفه ضاغط عليك بشكل كبير بوترك وبعصبك ممكن مشاكل مستمرة او اشياء بتمشي بعكس التيار او بعكس ما انت بتتوقع فعشان هيك انت مرتبك وعصبي اما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط عليك بشكل كبير بالتزامات قادمة او باشياء ممكن تكون ضدك فعشان هيك انت مش قادر انك تفكر وتركز مظبوط كيف ترتب الامور للفترة القادمة وكل ما غلطت كل ما ورطت اكثر حاول انك تمسك حالك ما تجازف وما تغامر حاول انك تمشي بشكل قانوني بدون لف ودورة اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف الامور على المستوى البيت التاسع جيدة بالاتصالات البعيدة ممكن تحقق كثير من الانجازات خلال هذا النهار على مستوى اتصالاتك ممكن تتواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن تبحث عن اشياء لها علاقة في امور لها علاقة بالفلسفة والدين او انك انت تستغل سرعة بديهتك باصال المعلومة بطريقة انك انت تركبها على الفلسفة وعلى الدين اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف الامور جيدة على مستوى العمل تقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار بمساعدة اشخاص يعني ممكن تتعاون انت وبعض الزملاء او رؤسائك بالعمل لانجاز كثير من الاعمال الموكلة لا اليك اما بالنسبة لبيتك 11 في نوع من انواع الاستعانة بسلطة اللي هي سلطة المعارف ممكن تستغل بعض المعارف او الاصدقاء لاصار رسالة معينة او لحل مشكلة معينة او لمعاونتك في امر معين الامر جيد وهذا الباب بدعمك بشكل قوي اما على مستوى بيت المتاعب فانا شايف انه ضاغط عليك بشكل كبير عشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول ما تراكم الاعمال عليك حاول انك تنجز الاعمال هاي لانه اي تأخير بنحسب عليك انتي ما بنحسب بصالحك يعني بدك تكون حكيم بالفترة هاي مرج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة ايجابية بتستعيد اشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة ولا المصالحة ولا تكرار المحاولة اما بالنسبة للبيت الاول فهو بدعمك بشكل قوي جدا خلال هذا النهار بتحس انه معنوياتك عالية ونفسيتك قوية جدا حتى انه في نوع من انواع الحيوية بتجلب انتباه الجنس الاخر للك اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور المالية ما زال فيها نوع من انواع الضغط فبيجيك نوع من انواع الاموال ولكن برضو الضغوط اقوى فعشان هيك حاول انك انت تقلل من مصاريفك قدر الامكان وحاول انك يترتب اوضاعك المالية بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه عندك اليوم بعض الاتصالات مش كثير من الاتصالات بعض الاتصالات والتواصل او انجاز بعض الفروض المطلوبة منك او بعض الواجبات ممكن انك تنجزها بشكل جيد اذا استمرت على الموضوع اهميش انك ما تتهاون وما تأجلها عشان ما تتراكم اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف على مستوى البيت الامر روتيني جدا في التعامل فعشان هيك الروتينية هاي شوي ممكن اذا انت كنت من النوعية اللي مزاجها صعب ممكن تخلق مشاكل كبيرة على مستوى البيت اما اذا كنت من النوع الايجابي فبكون البيت بالنسبة للك هو ملاذك الامن اللي انت رح ترتاح فيه ورح يصير فيه نوع من انواع التواصل الايجابي مع افراد المنزل بشكل ما اما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا انه القمر موجود فيه فبداية التوقعات اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف فيه ضغط كبير على المستوى العمل وتراكم العمل او نوع من انواع التكاسل مش قادر انت تنجز الاعمال او عندك نوع من انواع النفسية اللي ضغط عليك انه انت متهاون في انجاز الاعمال حاول انك انت تنجزها وما تخليها تتراكم وحاول انك انت تهتم برضو بصحتك اما بالنسبة للبيت السابع او ممكن انك انت تقدر توصل لفوترة او جدولة امور الها علاقة بالالتزامات اما بالنسبة للبيت التاسع وهو الاقوى بالحضوظ كمان مع البيت الخامس فعشان هيك اليوم بكون فيه نوع من انواع التواصل عالي جدا مع الخارج او اشخاص خارج البلاد او ممكن مراسلات او دراسة او تجهيزات لا امتحانات معينة او لا امور الها علاقة برسالة او دراسة لموضوع العلاقة بالفلسفة او الدين او بعض البحثات بلغات متعددة او ممكن تتعلم لغة جديدة اما بالنسبة للبيت العاشر فهو برضو فارغ تماما على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة فعشان هيك الامور بتكون روتينية يعني بتنجز اللي عليك ومش سائل عن الباقي اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف الامور جيدة على مستوى الاتصالات مع الاشخاص اللي تعرفهم او مع علاقاتك ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي او مناسبة او للقاء وممكن التواصل يكون بمساعدي انك انت تساعد احد الاشخاص او هم اللي يساعدوك في مسألة معينة انت بحاجتها في الفترة الحالية او القادمة اما بالنسبة لبيتك 12 فانا شايف الامور على مستوى بيت المتاعب شوي بضغطك فعشان هيك بتحس انه طاقتك شوي بتختفي من اللحظة الاخرى في نوع من انواع الحدية بالطباع او نوع من انواع التوتر ممكن تشعر ببعض التوعقات الصحية عشان هيك يحاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية اراقب غذائك وحاول انك تاخد قصد كافي من الراحة برج العقرب تحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من افراد العائلة وممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية او غيرها لا تفقد الاتزان وثقة الاحبة ممكن تقلق بشاء صحة احد افراد العائلة او ربما مسئلة شخصية او مصاريف اضافية اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور على المستوى النفسي شوي ضغطيتك فعشان هيك هي روتينية ولكن متقلب خلال هذا النهار بين اكثر من مزاج في بعض بين ايجابي وبين سلبي وبين عصبي وبين مرتاح وبين مش مرتاح فهذا التقلب شوي ممكن انه يوصلك لمرحلة انه يصير في عندك نوع من الكسل او الخمول فحاول انك تطلع من هاي المرحلة اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور جيدة على مستوى الامور المالية يعني ما في ضغوطات كبيرة ولكن ما تتفشش بالمصاريف او باشياء غير مطلوبة او غير مجدة تصير تشتري فيها وما في داعي لهاي الامور لانه بترهق حالك ماديا اما بالنسبة للبيت الثالث في نوع من انواع الرغبة في التواصل ولكن برضو بيغلب عليك الروتين او الكسل في الاتصالات او ممكن التهرب من التواصل في مسائل معينة حاول انك انت تنجز العمال المطلوبة منك حاول انك تدرس الاشياء الضرورية وتتواصل بالاشياء الضروري وحاول انك تريح حالك من العصبية والحدية واستقطاب طاقة سلبية من الاشخاص السلبيين اللي انت ممكن تتواصل انت وياهم اما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات لان القمر موجود في بيتك الرابع اما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الامور العاطفية ضغطيتك في عندك نوع من انواع الفتور او البرود او نوع من انواع الاحباط او يعني شغلات اذتك بالفترة الماضية فانت مأثرة عليك لحد الان وضغطة على مزاجك فما عندك الرغبة للتواصل مع الحبيب او بتتهرب من التواصل مع الحبيب او اذا تواصلت معه ممكن تكون تواصلك في نوع من انواع العصبية اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور جيدة على مستوى العمل بتنجز العمال المطلوبة منك كاملة متكاملة وما بتتهاون وما بتقصر فعشان هيك حاول انك تنجز العمال بهدوء وراقب وضعك الصحي وراحتك اما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى الشراك المالي والعاطفي الامور جيدة ممكن تتواصل مع الشريك وممكن انك تضع حلول مهمة جدا مع الشريك او ترتيب للفترة القادمة ويكون ايجابي اما بالنسبة للبيت الثامن فعلى مستوى الاموال اللي ما بتعود لك او الاموال المشتركة فهو جيد يعني بتغطي حاجاتك بشكل جيد خلال الفترة هاي ولكن برضو بدك تحاول انك تقلل من مصريفك اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه اليوم عندك رغبي جارف جدا على مبدأ التواصل مع الخارج او اشخاص خارج البلاد فيه ممكن ترتيب لأمور الها علاقة بسفر قادم في الفترة القادمة او امور الها علاقة باتصالات ومراسلات الها علاقة بالدراسة او ممكن يكون اللي على مقاعد الدراسة او انه عندهم دراسة منزلية بحاولوا ينجزوا كثير من الاشياء اللي علاقة بالهومورك يعني بالامتحانات او بالاعمال الدراسية المنزلية فيه منكم ممكن يهتم بلغة او بحضارة او باشياء الها علاقة بالفلسفة او بالدين او بامور الها علاقة بالغيبيات اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه فارغ تماما لا معك ولا ضدك في امور العمل مع الشركات الكبيرة فعشان هيك بتنجز الامور المطلوبة منك فقط لا غير اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم نوع التواصل مع الاشخاص او الاصدقاء او العلاقات العامة قوي جدا فعشان هيك اليوم ايجابي جدا مع الناس اللي انت بتعرفهم ممكن يدعموك او ممكن انت تبادر في مساعدتهم في مسائل معينة او حل المشاكلهم او نصيحتهم تقدر تنجز كثير من الاشياء ان طلبت العون من اي شخص ممكن يساندك في هذا الموضوع اما بالنسبة لبيت متاعبك فهو ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك بتحس بنوع من انواع التوتر او نوع من انواع الضعف الطاقي او ممكن انك تشعر ببعض التوععكات الصحية حاول انك انت ما ترهق حالك بالعمال الغير مهمة انجز الاعمال المهمة فقط لا غير حاول تاخذ قصد كافي من الراحة وحاول انك انت تخلد للراحة من فترة لاوخرة واذا انت من الاشخاص اللي بهتموا بالمكملات الغذائية الفيتامينات او العشاب الفترة هاي جيدة وبتكون برضو ضروري انك تاخذ من هاي الامور برج القوس تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لديكم تعامل مع اخ او جار تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح افكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك ممكن تنشط بالتنقلات والاتصالات اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور على المستوى النفسي جيدة جدا ممكن اليوم انك انت تكون مشحون بطاقة ايجابية عالية جدا يعني تحسن من مزاجك ومن وضعك اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه اليوم الاهتمامات المالية برضو ما يخذي وقت كبير منك فعشان هيك بتحاول انك ترتب الامور المالية بشكل جيد حاول انك انت تقلل من مصريفك في فرصة للحصول على دعم مالي او مبلغ من المال اما بالنسبة للبيت الثالث فذكرناه في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الرابع فهو على مستوى البيت في نوع من انواع الضغوط اما في مشكلة الى علاقة باحد افراد المنزل او في مشاكل الى علاقة بالمنزل نفسه ممكن بعض الاعطال بحاجة لبعض الترميمات او التصليحات في نوع من انواع التوتر على مستوى العائلي حاول انك انت تمسك اعصابك وما تثير المشاكل اكثر اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور العاطفية روتينية يعني طبيعية جدا لا ايجابية ولا سلبية اهم اش انك ما تبالغ في تجربة الحظ في خلال هاي الفترة لانه الحضوط ضعيفة ولكن عاطفيا حاول انك انت تشعن حالك بطاقة ايجابية وما تقصر مع الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور جيدة على مستوى العمل فعشان هيك اليوم عندك قدرة عالية جدا على انجاز كثير من الاعمال الموكلة لا الىك تقدر انك تحقق من خلالها انجازات او يعني اشياء لها علاقة بمكافآت او اثناءات او نوع من انواع الاطراء وممكن في منكو يهتم بوضع صحي او يهتم في مشكلة صحية يعني امر عابر مش امر ضروري يعني بتتعلق الامور اما بوجع الاسنان او بامور الها علاقة باسفل الظهر او الفخذ او الورك او يعني بالمناطق اللي هي الها علاقة برضو بالعصاف يعني اي شيء له علاقة بالعصاف عشان هيك ذكرت الاسنان وذكرت اسفل الظهر اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور على مستوى الشراك المالي والعاطفية جيدة عشان هيك بتقدر تتواصل مع شركائك بشكل جيد وممكن انك تبضع خطة او بحث معين لفترة القادمة بشكل ممتاز جدا يعني امور ايجابية على مستوى الشراك المالي والعاطفية اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور ممكن تكون متقلب خلال هذا النهار ممكن تحاول تتواصل للحصول على دعم معين او نوع من انواع الاموال اللي تجيك او اشياء من هذا القبيل ولكن الامور ضاغطة عليك من ناحية المصاريف اما بالنسبة للبيت التاسع ممكن تنشط في لحظات معينة بالاتصالات الخارجية او مع اشخاص خارج البلاد يعني الامور ايجابية شيئا ما ممكن تقوم بدراسة او بحث معين او اللي هي الدراسة المنزلية يعني او تركز على موضوع العلاقة بالدين او الفلسفي او بحث في بعض الامور المغيبية او الغيبية اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف الامور جيدة يعني على مستوى انجاز الاعمال على مستوى الشركات الكبيرة بتنشط اليوم في تجهيز بعض الاوراق او اشياء لها علاقة بالمستندات او جمع مستندات معينة او اهتمام بملف عملي اه بتطلب منك التعاون مع بعض الزملاء او بعض الرؤسائك بالعمل اما على مستوى بيتك 11 فالامور جيدة على المستوى البيت 11 خصوصا في ساعات ما بعد الظهر بالتواصل مع اشخاص خارج البلاد او اعمال او اصدقاء او اشياء تعاون او ممكن حدا يدعمك اه في مسألة معينة او يساندك في حل مشكلة معينة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهون بقولك بدك تدير بالك في ضغط كبير على بيت المتاعب فعشان هيك بتشعر ببعض الارهاقات او بعض التوترات العصبية بعض التقلبات ممكن تهتم باشياء لها علاقة بالتغذية او بمراقبة صحتك يعني في اشياء بدها رعاية صحية فعشان هيك حاول انك انت تنجز العمال المطلوبة منك ما تخليها تتراكم وحاول انك تخلد للراحة مرج الجدي تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك احذروا من اي قطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي اهمش انك ما تتسرع بتوظيف الاموال دقيق بالتفاصيل ممكن تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اهمش انك يكون في عندك نوع من انواع التفاؤل اما بالنسبة للبيت الاول فنفسيتك اليوم احسن مما سبق مشحون بطاقة ايجابية عندك سرعة بديهة عالية جدا برضو بتقدر تتجاوز اي فترة صعبة ممكن تضغط على عصابك بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات كلها بتتركز على الامور المالية وفي فرص جيدة اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه في ضغط كبير على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات اشياء لها علاقة بمشاكل توتر انفعال عصبية حاول انك تمسك حالك قدر الامكان ما تنفعل وما تندفع وما تتوتر بشكل واضح حاول انك تمسك اعصابك ممكن تدخل في نقاش معين خلال هذا النهار فهذا النقاش ممكن يوترك بشكل كبير وممكن انه تحتد بشكل كبير اما بالنسبة الى بيتك الرابع بيت المنزل فعشانك بقولك اليوم حاول تمسك اعصابك ما في داعي انه انت تنفعل اي تصرف ممكن يصير من احد افراد العائلة وما في داعي انك انت تقلق بشكل كبير ممكن يصير بعض الاعطال او بعض الاهتمامات في اشياء الها علاقة بالصيانة في المنزل او امور الها علاقة بالمنزل تحديدا توترك وترهقك او توترك حاول انك تمسك اعصابك الامور بتنحل بعقلانية اكثر من العصبية اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور العاطفية عندك عالية جدا وفي نفس اللحظة الحضوض عالية جدا فعشان هيك بتقدر تنجز كثير من الاعمال الممكنة للك بتقدر تحقق كثير من الانجازات خلال هذا النهار بمساندة الحبيب او حتى انه التواصل معاه وفي اشياء الها علاقة بالحضوض بتدعمك بشكل كبير خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى انجاز الاعمال المطلوب منك ممكن تشتغل في ملف ويكون صعب انه حدا يشتغله غيرك فانت تنجز في اشياء كبيرة ومهمة ممكن برضو تهتم بملف صحي اليك او لغيرك ولكن الامور انا شايف انها بتركز على اشياء الى علاقة بالطب البديل او التكميلي او عشاب او اشياء من هذا القبيل او ممكن انك انت تهتم بدراسة موضوع صحي اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور ضغطة عليك بشكل كبير فعشان هيك بقولك بدك يدير بالك باي حدية بتعاملك مع الشريك لانه اي حدية رح تنحسب عليك وراح تكون مش لمصلحتك انت فعشان هيك يحاول تمسك عصابك قدر الامكان ما في داعي لا للانفعال ولا للتهور اما بالنسبة لابتك الثامن فانا شايف الامور على المستوى الاموال اللي بتجيك بشكل دعم ممكن في ساعات الصباح يعني يكون في فرص ولكن هذا اليوم انا بعتبره من الايام الروتينية اهم شي انك تحاول انك تقلل من مصاريفك اما بالنسبة لابتك التاسع فهو ممتاز جدا على مستوى الاتصالات وعن مستوى التشارك وعن مستوى البحوث والدراسة الاعداد لخطة دراسية معينة انجاز بعض الملفات اللي لها علاقة بالمؤسسات التعليمية او انه ممكن حتى تهتم باشياء اللي لها علاقة بامور فلسفية او دينية اما بالنسبة لابتك العاشر فانا شايف الامور خالية تماما على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة فالعمر لا بدعمك ولا ضدك فعشان هيك اليوم الامور كلها تقريبا بتكون محايدة اما بالنسبة لابتك 11 فهو ممتاز جدا على مستوى الاصدقاء فممكن يكون فيه نوع من انواع الدعم من صديق لايلك او مساعدتك في مسألة معينة او بملف معين ممكن انت تتعاون معاه او انت تتفقد صديق معين اما بالنسبة لابت المتاعب فانا شايف الامور فيها نوع من انواع الحدية فعشان هيك بقولك امسك اعصابك اثناء التعامل مع الاشخاص لانه انت المتوتر حاول انك تنجز الاعمال والملفات الضرورية والمهمة وحاول انك ما تخلي الامور تتراكم عندك برج الدلو تبدأوا اليوم فترة افضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي في انفراج وتقدم ملموس بعد مراوح وركود عليك التحلي بحكمة واقعية لالامور تشتد عزيمتك ترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر هذا طبعا البيت الاول الان القمر الان موجود فيه فعشان هيك بدعمك بهذه الامور وبنبهك من هذه الامور اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه ما زالت الامور ضغطة على المستوى المالي فعشان هيك فيه نوع من انواع ضغط المالي عليك او الترتيبات او الميزانية او فوترة او محاسبة او اشياء من هذا القبيل اه بس بالمقابل انت بدك تحاول انك تقلل من مصريفك قدر الامكان ما في داعي لشراء اشياء مش ضرورية اما بالنسبة للبيت الثالث بيكون اليوم عندك نشاط بالاتصالات والمواصلات او اشياء لها علاقة بتواصل مع اشخاص معينين لمساعدة ممكن دراسي او بحث او اشياء العلاقة بمؤتمرات او اجتماعات اليوم تقدر تفرض رأيك وتوصل رسالتك بشكل جيد جدا اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه روتيني يعني بالتعامل مع افراد العائلة او المستوى العائلة فعشان هيك طبيعي جدا انك انت تتعامل باريحية ما في داعي للانفعال والعصبية ممكن يجد موضوع العلاقة بمشتريات للمنزل او بعض الصياني او اشياء لها علاقة بالترميمات اما بالنسبة للبيت الخامس فالامور جيدة على المستوى العاطفي وعلى مستوى دعم الحظوظ فعشان هيك اليوم ممكن انك تتواصل مع الحبيب في حل مسألة معينة او التواصل لاجل العواطف وممكن انك انت برضو تغامر مغامرة هيك فتشوف الحظ بدعمك فيها اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور جيدة على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك رغم انه في ركود على مستوى العمل ولكن اي عمل يوكلك خلال هذا النهار بتنجزه انت مرتاح اما بالنسبة للبيت السابع فهو فارغ تماما من الحظوظ لا ايجابي ولا سلبي اللي هو بيت الشراكي المالي والعاطفية اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه جيد على مستوى الاموال اللي هي الاموال المشتركة فممكن يجيك نوع من انواع الدعم المالي ممكن بعض المساعدات او نوع من انواع الفوترة او جدودة الامور بطريقة بتريحك انت والامور ممتازة حاول انك تستغلها بشكل جيد اما بالنسبة للبيت التاسع ممكن يكون عندك بعض الاتصالات الخارجية ولكن اذا كان عندك دراسة او بحث او اشياء من قبيل الها علاقة بمواضيع الدراسة ككل ممكن يكون عندك نوع من انواع الفتور في انجاز كثير من العمال حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية عشان تنجز هاي الامور ممكن تهتم في امر العلاقة في دين او في فلسفة او دراسة لغة جديدة او الاطلاع على شيء بتعلق في دولة معينة اما بالنسبة للبيت العاشر فبرضو فارغ تماما على مستوى العمل مع الشركات الكبيرة او المؤسسات الكبيرة فبتتعامل بشكل روتيني عادي اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك بشكل قوي جدا على مستوى العلاقات وعلى مستوى الاصدقاء فممكن ان تتحقق انجاز معين خلال هذا النهار بالتواصل مع احد الافراد وممكن برضو يكتصير فيه نوع من انواع الدعم الخارجي او انت ممكن تساعد اشخاص معينين فيه مسألة معينة فيه نوع من انواع التواصل الجيد فممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي او مناسبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فبقولك الوضع ضاغط فعشان هيك بدك تدير بالك راقب مناعتك وراقب جهازك الهضمي تحديدا وامور الها علاقة بالمسالك البولية حاول انك انت تنتبه لحالك بشكل ممنيح انجز الاعمال المطلوبة منك ما تخليها تتراكم وحاول انك تاخد قصد كافي من الراحة برج الحوت بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاول تنظيم اموركم والمحافظة على صبركم المعهود اثناء تصريف اموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير او من سوء تفاهم او التباس حاذر من بدء اي جديد لا تسمح للقلق انه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم امورك وضاعف مجهودك بالنسبة لبيتك الاول بضغطك برضو نفسيا فعشان هيك بتحس انه ما عندك طاقة لانجاز كثير من الامور خلال هذا النهار فعشان هيك بتحس في نوع من انواع التوتر ونوع من انواع العصبية والحدية في الطباع ممكن انت اللي تختلق المشاكل وممكن انت اللي تعصب باي لحظة فعشان هيك بدك تمسك اعصابك يعني كلها يوم والقمر بوصل لعندك بتتحسن الامور بشكل جيد فما في داعي انك تضغط حالك كثير اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور على المستوى المالي يعني برضو بتوترك لانه بتطلب منك جهد لترتيب الامور المالية والميزانية والمشتريات والاشياء اللي ممكن انها تتراكم عندك خلال الفترة ممكن ضغوط مالية من الاوضاع ولكن انه برضو تنحل بعقلانية مش بعصبية ممكن يجيك نوع من انواع الدعم المالي او نوع من انواع التكريم خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايفه جيد على مستوى الاتصالات وعن مستوى الدراسة وعن مستوى البحوث وعن مستوى المناقشات وعن مستوى المراسلات كلها هاي بتدعمك بشكل ايجابي خلال هذا النهار فعشان هيك تنجز كثير من الامور المطلوبة منك اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايفه الامور جيدة على مستوى البيت فعشان هيك اجتماعات عائلية او ملمي او نوع من انواع المناسبات الداخلية ما ممكن تجمعك وتكون برضو اللي صالحك او ممتعة بالنسبة ليلك فيه نوع من انواع الاهتمام العائلي بيكون بمسألة معينة او بحل مشكلة معينة منزلية ممكن نوع من انواع الصيانة او الترتيب او الاجتهاد لعمل شيء جديد اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامر روتيني شيئا ما على المستوى العاطفي ما فيه اي تحرق قوي جدا ولكن انه برضو بدعمك انه بعطيك شوية استقرار عاطفي في الفترة هاي اما بالنسبة للبيت السادس فانا بقولك انه الامور على مستوى العمل حاول تنجزها بدون ما تخلي الامور تتراكم عليك حاول انك تنجز الاعمال المطلوبة منك قدر الامكان ما تخليها تتراكم وراقب وضعك الصحي برضو لانه بالفترة هاي بتكون طاقتك ضعيفة فحاول انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية او تاخذ بعض الفيتامينات او المكملات الغذائية على اساس انه ما يصير عندك ضعف او وهن عام اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايفه جيد جدا فعشان يكي بدعمك على مستوى الشراك المالية والعاطفية ممكن اليوم تحل كثير من المسائل انت والشريك او تتباحث في مسألة معينة تحل اشياء او واجبات مطلوبة منك ومنه فالتباحث في هذا اليوم برضو جيد ولكن بدون عصبية اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايفه فالغ تماما من الحضوض لا معك ولا ضدك فعشان هيك بشوف انه الامور اتعامل معها بطبيعتك وحاول انك تمشي هذا النهار بدون مشاكل خصوصا بالالتزام المالي مع الشركاء اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى البيت التاسع ممكن تجري كثير من الاتصالات الخارجية مع اشخاص خارج البلد وممكن انك تتواصل على مسألة العلاقة ببحث او دراسي او اشيء العلاقة بسفر مستقبلي الامور كلها جيدة خلال هذا النهار على هذا الباب بتقدر تستغلها بشكل قوي اما بالنسبة للبيت العاشر فعى مستوى الشركات الكبيرة اللي بيشتغلوا مع الشركات او المؤسسات الكبيرة اللي ما زلت على رأس عملها فاليوم بتقدر اليوم تنجز كثير من الاعمال بالتعاون مع اصدقائك او زملائك او حتى رؤسائك بالعمل ما تخلي الاعمال تتراكم اهم شي عندك وما تقصر بعملك اما بالنسبة لبيتك 11 بيتك العلاقات العامة فممكن في ساعات الظهر يصير فيه اهتمام بمسألة معينة اما انك بتعاون بعض الاصدقاء في حل مشكلة او انك انت بتتواصل مع صديق لحل الله انه يحل لك مشكلة معينة ممكن تتفقد بعض الاشخاص اللي بيعزوا عليك خلال هذا النهار باتصالات نوع من انواع العلاقات العامة وتدعيم العلاقات العامة اما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات حاول انك تصبر اليوم وبكرة لحديث ما القمر يوصل لعندك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء